تعد ممارسة الرياضة في شهر رمضان من العداد الصحية التي ينصح ينصح بممارستها لما لها من فوائد عديدة تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان ضيفي في الاستوديو الكوتش عمر موسلي سيطلعنا على أبرز التمارين التي يمكن لنا ممارستها دون الإحساس بالإرهاق خلال هذا الشهر عمر يساعد صباحك رمضان كريم صباحك رمضان كريم إليك ولكل الله تسلم عيني إذن ما هي التمارين اللي يمكن للصائم أن يمارسها خلال الشهر الفضيل أول شيء مو قصة صائم أو يعني قبل الفطور أو بعض الفطور غالباً اللي بيسألوا بيسألوا أنه إمتى نتمرن طيب يعني التمارين بده يكون أنه قبل الفطور ولا بعد الفطور هناك شغلتين هون في عالم لازم تتمرن قبل الفطور وعالم لازم تتمرن بعض الفطور كل الأشخاص اللي بدهم يحرقوا فات أو ينزلوا وزن لازم يلعبوا قبل الفطور والأشخاص اللي بدهم يحافظوا على الكتلة العضلية ويبنوا عضل لازم يلعبوا بعض الفطور لأنه قبل الفطور بيكون الجسم بحاجة لا يعني ما فيه بروتينات ما فيه غزة كامل ليحافظوا على الكتلة العضلية فهو بيحرق فات أكتر يكون سكر الدم نازل للأخفض مستوى فوقتي تمرن الواحد بيحرق فات وهلا منقول شو طريقة يعني اللي واحد يلعب فيها بدون ما ينصاب أو ما يحس بإرهاق وبعض الفطور العالم اللي مثلا نحاف أو عم يحاولوا يبنوا عضل لازم يلعبوا بعض الفطور لا ياخدوا وجبة الأكل الكارب والبروتين لحتى ما يخسروا عضلات يعني ما يخسر عضل طيب أمر الوقت المناسب للفئتين سواء اللي يريد يلعب قبل الفطور أو بعد الفطور هل هي قبل الفطور مثلا بمدة قصيرة أم مثلا بالصبح ماذا عني بعد الفطور قبل الفطور طبعا من ساعة لساعة ونصف ماكسيموم لازم الواحد يتمرن قبل الفطور بساعة أو ساعة ونصف لحتى يكون الجسم قريب بس يخلص تمرين دغري ياخد كمية المي لأن الجسم بيكون بيبدأ يصير فيه جفاف ونائس كتير كارب نائس مي فيفضل بساعة لساعة ونصف هلأ كمية التمرين من شو نوع التمرين أو شو الشدة المناسبة هون ترجع لكل شخص هلأ غالبا اللي بيلعبوا قبل الفطور هنا الأشخاص اللي عمر الشباب يعني بين عشرين لأربعين خمسة وأربعين خلينا نقول اللي غالبا ما معهم أمراض ما في سكر ما في قلب ما في ضغط هذول الأشخاص يفضل يلعبوا بعض الفطور بغض النظر عن وزنهم يعني مشان ما يصير معهم مشاكل يعني ويسألوا الدكتور طيب هما الشخص العادي يعني مثلي ومثل أي شخص أو رياضي أو شوي رياضي هذا الشخص يلعب بس بتدريج يعني أول فتر أول يوم مثلا يبلش نصف إذا متعود يلعب هو يساعة قبل يبلش نصف على خمسة وأربعين دقيقة عرفتي بنعمل سيركت ترينينج لكل العضلات وبنفس الوقت بيحرق فات وبنفس الوقت بيكون جاهز لأنه دغري بيقدن يعني الفطور بيكون دغري ما بيضل مسافة طويلة هو بحالة العطش أو بحالة الجفاف اللي بده يلعب الصبح بيتعب يعني لستهل وقت كتير طويل فنفسيا بيتعب قبل الجسدي طيب عمر ماذا اللي ريدي لعب بعد الفطور اللي هو قلة النحيف اللي ريدي زود اللي بيلعب بعد الفطور لازم يفطر بعد هلأ فيه طريقتين فيه اللي بيلعب بوقت الفطور هدول اللي الأشخاص اللي بيلعبوا مثلا بحاجلة بفوت تمر ومي وزكوب روتين مثلا بيتمرنوا فيه اللي بيكون طبيعي عم ياكل بيأكل لازم بعد الفطور بساعتين يعني منيموم ساعتين لحتى لأنه بهالفترة بيكون الجسم أول شي صايم طول اليوم وعطيتي أكل للمعدة فساعتين هدول بيكون الجسم كله ملتهي بعمليات الهضم يعني ما فيه تركيز فإذا لعب بتشتت التركيز تبعه بصير مشاكل بالمعدة والإمساك كون الواحد ما هضم منيح فبعد الفطور بساعتين أو ثلاثة الواحد بيتمرن تمرين الجيم هذا اللي بده يحافظ على كتلة العضل اللي بيجسمه وبده يخسر عضل طيب خلينا نشوف أنمع رياضة المناسبة ويا في فكتوريا نعمل تمرين يعني سيركت ترينيكس متمرين مشكلة بتاكل مع الشخص تقريبا نصف ساعة إذا عمل هذا وما بده قصدنا نعمل شغلات ما بده لا مشين ولا شي مشان العالم يلي بالبيت بدهم يعملوا يعني ما بيضطروا يروحوا على الجيم أوكي مبلش فينا مبلش بورم أب يعني الورم أب فيه يعمل أي شي بيعلي نبضات القلب الواحد يعني شو ما كان جابن جاك أو ستيب تاتش أو شو ما يعني أي شي من هدول التمرين طبعا نحنا بنعطي أمثلة وكل التمرين فينا نعمله لمدة مثلا دقيقة أو 45 ثانية ومنشكل بيناتو بس خلص وورم أب ما نبلش عاد ببلوكس تبع سيركت ترينيك يعني أول شي تبعى السكوات بنعمل سكوات وبيربي مع بعض بيكونوا هذا سومو سكوات هاي كم حتى يسوي هلأ كل تمرين بنعمله خمسة عشر تكرار خمسة عشر تكرار مع السيركت التبعه يعني نعمل ثلاثة بلوكات واحد للرجلين وبعدين للإيدين والمعدة أوكي نعمل بيربي مع بوش أب هلأ هلأ هدول السيركت الواحد يعملون تقريبا بيعكلوا نص ساعة إذا عاد كل تمرين لمدة دقيقة وعادوا ثلاثة مجموعات هلأ قبل الفطور أمار نسويه شيء هلأ هدول الأشخاص يلي متعودين يعملوا رياضة اللي ما بيعملوا رياضة أو شخص جديد يضل على المشي يعني أول فترة أسبوع بالأخص أول أسبوع الأول بيكون الشخص لسهما متعوج يسمعوا الرياضة فيمشي بس نصف ساعة قبل الفطور بتكفي أما نحن هاد الحكي التمرين للعالم اللي أردي هن بيلعبوا رياضة بدل ما يلعبوا ساعة كاملة بصير يكون التركيز التمرين مركز لنصف ساعة بس عرفتي قبل الفطور داين فينا نكمل كمان نعمل لانجس طبعا دول الواحد بيعملوا نصف ساعة قبل الفطور بالبيت وخلاص يعني بيرتاح بس ما يبلش أكل بعد الفطور كمان الواحد لازم يكون فيه كنترول على الأكل عرفتي هلأ بعدين منبلش بتمرين بسنا فينا نعمل الترايسيفس كمان نبلش بعضلات الإيدين يعني طبعا الترايسيفس بيحيى الله شي موجود بالبيت كمان كرسي أو شي هيتنحف وتشد أمر هيتماري كله هيتمارين أول شي بتحرق كالوري تاني شي وبتشد الجسم تاني شي نحن نعمل مقاومة للعضلات بدون ويت فالجسم هون بهالحالة بيكون من الصبح بلا أكل وبلا مي بلا شي في حالة مثل ما قلت لك السكر بيكون ما فيه سكر تقريبا بالجسم فالجسم بيعتمد بالطاقة على الفات فليش بيقولوا لك أنه ليش منيح قبل الفطور لأنه الجسم بيحرق فات أصلي يعني فات صافي ما بيحالة العادية جسم بده يحرق السكر قبل بعدين لا يبدل ليش بيحرق الفات أما هون الجسم قبل الفطور بيكون واصل لمرحلة أنه ما فيه بالجسم سكر يعني الطاقة اللي من السكر خلصت قلب النهار فبيصير يعتمد بالطاقة على الفات اللي بالجسم طيب وهي التمارين اللي هس استعرضناها عمر هاي للنساء وللرجال هذا سيركت الترينيك فيه يعملوا الواحد بأي شخص يعني هي عبارة أنت الفكرة بس أنه نصف ساعة تمرين مركز عم نشغل كل عضلات الجسم عم نحاول نركز كمان على الأرداف والمعدة والرجلين لحتى الواحد يستفيد بأقل وقت يعني بتركز التمارين بكسافة مثلا 20 أو 30 دقيقة ما الواحد يطول لحد الساعة الساعة كمان بيصير كتير كبير يعني كتير وقت كبير لشخص صايم أدنا بعد كم تمارين أصري عمر؟ فيه تمارين نعملهم على الأرض بوش أب وبلانك البوش أب فينا كمان نعمل البوش أب كمان مثل الجهتين إذا واحد سند الركبة هي للعالم اللي ما فيهم يعمل فول بوش أب بعدين بنعمل بلانك بلانك مع بوش أب ستاند أب كمان هذا بيحرك عضلات المعدة والكور كاملين عضلات الجزع مع الإيدين وكمان منسبات بعدين بلانك عادي حول دي بلانك يعني هذول التمارين كما قلت لك بيكونوا وراء بعض نعم طيب إذن شكرا جزيلا لكل هذه التمارين عمر نتمنى ليسويها ما يتعب بده يتعب والله إجبالي يعني أكيد بس ده حاول يعني يحاول واحد مع نويات المشاهدين شكرا جزيلا لتواجدك معنا الكورتش عمر موسلي شكرا شكرا لكم